لحمزة إدريس من جدة حمزة مساء الخير شايف هجوم أو انتقادات واسعة بدأت تصوب تجاه تينكات يمكن نقول مباراة اليوم مع التعاون مفترق طرق للهولندي بالتالي بالنسبة لي بصراحة ما المفروض تكون مفترق طرق يعني انت مدرب خليته في الفترة الشتوية اختار اللعبين لجانب كوان فريقه الآن فمن الصعب ان يكون مفترق طرق وتتعاقد مع مدرب جديد الآن وممكن يبدأ يكون عنده عزار اللعبين ما اختارهم مواده ولا اللعبين المناسبين فأعتقد ان الاستمرار مع تينكات هو الحل الافضل الاتحاد تطور في النواحي الدفاعية يحتاج يتفعل بشكل اكبر في النواحي الهجومية يوقف سلسلة الخسارات صحيح ما بينتصر في اخر اربع انباريات لكن ما بيخسر ناحية الدفاعية تحسنت يحتاج تفعيل النواحي الهجومية فبالتالي هذه ممكن مع الوقت الفريق تطور بشكل اكبر المهاجم يبان من لمساتها من وقفتها من حركتها بالنسبة لك انت كمهاجم عندك الحس الخاص او الشعور الخاص تجاه المهاجمين ويلفريد بالنسبة لك هو ذاك المهاجم المطلوب بصراحة على سجل التاريخ لا اترك سجله ابو عالي شفته من مرة اللي راحت لسه ما هو جاهز كناحية جهازية تامة عنده لمسات عنده حضوره عنده خبرة لكن هل هو جاهز في النواحي اللياقية وقادر انه هو يبرز امكانياته وموهبته هنا السؤال او يحتاج وقت اطول في الاعداد والتجهيز والانسجام مع اللاعبين بالتالي دائما المهاجم يعتمد على المجموعة خاصة المهاجم اللي هو ما يكون مهاجم تسعة ونص او المهاجم اللي ما يملك الحلول الفردية فدائما يعتمد على المجموعة بشكل اكبر متى ما كانت المجموعة فافضل حالاتها قادر انه هو يبرز او خاصة في ناحية التسجيل اذا كانت مركزه تموضع داخل الصندوق بشكل جيد يحتاج التمرير ويحتاج صناعة الفرص فاعتقد مع الوقت حنقدر نحكم عليه بشكل اوسع بالنسبة للبصمات اللي كل مرة سألك عنها لما نتكلم عن الاتحاد وضحت بصمات تينكات الان في الجانب الدفاعي واضحة بصراحة في الجانب الدفاعي واضحة في تطور الفريق في الضغط وسط الملعب واضحة لكن كانت على حساب الشقة الهجومي الشقة الهجومي اصبح في الاتحاد اضعف من ناحية صناعة الفرص من ناحية تهديد المرمى الاتحاد اصبح اقل اعتقد يحتاج عادة النظر في عملية وجود رمارينه على الاطراف اعتقد رمارينه لاعب في العمق يكون اخطر خاصة لو كان تسعة ونص او حتى لو كان في رقم عشرة يجادل انه يشكل خطورة يحتاج يفعل الناحية الهجومية في لعيبة المحور مشكلة الاتحاد انه لعيبة المحور دائما يلعبوا بشكل عرضي ما عندهم القدر انهم يلعبوا كرات طويلة خلف خلف المدافعين للمهاجمين عندهم مشكلة برضو في الناحية الهجومية دائما لعيبين الاطراف ينزل يطلب كرة في الخلف ما يطلب كرة للامام في المساحات فهذا قلل من الجودة الهجومية في الفريق وقف الفريق بشكل جيد في الناحية الدفاعية يحتاج الان هذه الارضية الاولى يحتاج الان تطوير الفريق في النواحي الهجومية واختيار الاسلوب الانسب في عملية انهاء الهجمة من كرات ثابتة من تسديد لخارج المنطقة من كرات في التحولات هذه برضو تساعدوا في ظهار شكل الفريق بشكل افضل في الجزئين الدفاعي والهجومي عندنا فريق جديد تعاون جديد لانه فيه اصابات وجديد لانه فيه تعاقدات جديدة هذه الاشياء كيف ممكن تنعكس اليوم على الفريق بالله فهلا مدرب لسه ما هو متمكن ومدرب جديد لاعبين ومدرب شبه اعتوري جديد فهذا اكيد انه يحتاج وقت اكيد التعاون ما حيظهر بنفس التعاون اللي شفناه خاصر اثنين اعتقد كانوا اهم لعبين في التعاون توامبا مهاجم تقيل ولي وزنه لكن اعتقد خسارة اميسي اميسي لاعب جدا مهم في التعاون اعتقد انا ستين سبعين في المية من جودة التعاون ترتكز وتعتمد على اميسي لاعب خطير لاعب عنده قدرة على الصناعة عنده قدرة على التصميم بالإضافة للمجهود فبالتالي التوليفة هذه الجديدة في غياب عناصر مؤثرة اكيد ستخلل في شكل الفريق يحتاج وقت اطول ممكن يكون الفريق انسجم او يظهر بكرة بشكل مختلف لكن اعتقد انسجام مفقود في الفريق وشفناه حتى في المباريات الأخيرة قادم من تعادلين صحيح انه عنده 27 نقطة صحيح في المركز الرابع لكن ما هو التعاون الا شفناه في الموسم الماضي طيب حمزة وفق كل هذه المعطيات اللي حكينا عنها عن التعاون وعن الاتحاد والمبارات البريدة والغيابات والحضور والمدربين وكل هذا كيف تقرأ سيناريو المبارات المتوقع انا اتوقع انه الفريقين حيبحثوا للفوز حيكون كل فريق تحت ضغط انه يحقق انتصار فهيلعب بشكل مفتوح اللي يقدر يستثمر الفرص حيقدر يفوز الاتحاد كان يرتكم في النواحي الدفاعية كان مقبول التعادل الان اصبحت ضغط التعادلات فاصبح يبحث عن الفوز فحنشوف شكل الاتحاد بكرة اكتر في الناحية الهجومية التعاون برضو مع التعادلين بيلعب مع فريق اقل منه في الترتيب على ارضه حيبحث عن الانتصار فتوقع انه مبارات حتكون مفتوحة حيكون فيها عدد كبير من الفرص ترجمة الفرص هذه عند الفريقين ضعيفة صراحة سواء عند التعاونة والاتحاد الترجمة ضعيفة فاللي يستفيد من الفرص ويسجل هتوقع حين تصف وستوقع مبارات مفتوحة وفيها فرص كثيرة شكرا جزيلا حمزة ادريس شكرا